اشتركوا في القناة شبكات الذكية بتونس نحو تطوير الشركات في القارة الافريقية بين الفاعلين العمومين احسائية وطنية تكشف عن معاناة الاف التونسيين من سوء التغذية مقابل الافراد في التبذير وخاصة في الخبز اهلا بكم مشاهدين الكرام في هذا الموعد الاخبارية اكثر من ستمائة وسبعين الف موظف في قطاع الوظيفة العمومية من المراجح ان ينفذ اليوم اذرابا حضوريا في مقرات العمل على ان يلتحق الموظفون في تونس الكبرى بالاجتماع العملية المزمع تنفيذه في حدود الساعة الحادية عشرة بساحة باردو امام مقر مجلس النواب والموظفون في بقية الجهات سيلتحقون بتجمعات العملية التي ستنتظم امام مقرات الاتحادات الجهوية للشغل والاتحادات المحلية اكثر من ستمائة وسبعين الف موظف في الوظيفة العمومية ينفذون اذرابا حضوريا عن العمل يشمل كل الوزرات والادارات المركزية والجهوية تابعة لها باستثناء اقسام الاستعجال بالمستشفيات العمومية وخدمات النقل اذراب دعت اليه المركز النقبية منظريها من العمال والموظفين وذلك بعد ان خاضت سلسلة من التجمعات العملية القطعية ختمتها بتجمع عملي حاشد في بطحا محمد علي بغية التعبئة للاضراب العامة الاضراب ان شاء الله غدوة 25 نغامبر سيشمل الوظيفة العمومية فقط اما بالنسبة للمؤساتنا العمومية كالنقل والشركة المياه وشركة الكهرباء والغاز وغيرها من المؤسات العمومية غير معنية بهذا الاضراب اضراب عام يأخذه العمال والنقبيون والموظفون تقول المنظمة الشغيلة انه فرد عليها نتيجة رفض الحكومة تحسين المقدورة الشرعية لعوان الوظيفة العمومية على غرار ما تم يقراره لفائدة موظفي القطاع العام عثر مفاوضات اجتماعية مع الطرف الحكومي لم تفضي الى اتفاق قرار هو مرتبط بخارج حدود الوطن من وراء البحار فهذه المعضلة من الكبيرة جدا وأقولها بكل مرارة لم نتوصل الى اي شيء ومشين اليوم 22 الى الاضراب موقف جدد التأكيد عليها من عام المنظمة الشغيلة نوردين التبوبي اثناء تجمع عملي بمقر الاتحاد المحلي للشغل بالنفيذة بمناسبة احياء الذكرى الـ 68 لحوادث الـ 21 من نوفمبر خمسين وتسعمائة والف في انفيذة وعين اللي نخدمه فيه معركتنا هي معركة وطنية بامتياز من اجل استقلالية القرار الوطني من اجل كذلك الخيارات الوطنية وتطويرها ونقطة ورجع للسر الاضراب الذي سيكون حضوريا بمقرات العمل على ان يلتحق الموظفون بتونس الكبرى بالاجتماع العملي المزمع تنفيذه في حدود الساعة 11 بساحة بارد وماما مقر مجلس النواب فيما يلتحق الموظفون وبقية الجهات بالتجمعات العملية التي ستنتظم ماما مقرات الاتحادات الجهوية للشغل والاتحادات المحلية الذي يشمل ويضا كل الاسلك الرجع بالنظر الى وزارتي التربية والتعليم العالي اضراب من المراجحين يتلوه اجتماع للهيئة الإدارية للاتحاد نهاية الاسبوع الجاري من اجل اتخاذ اشكال النظلية اخرى بغية الدفاع عن مطالب اعوان الوظيفة العمومية نشرت وزارة الداخلية بلاغا مروريا بمناسبة التجمع النقبية الذي سيقام اليوم بساحة باردو بالعاصمة وافادت الوزارة في بلاغها انه تقرر منع جولان جميع اصناف العربات بمحيط مجلس نواب الشعب وساحة باردو بالشوارع والطرقات التالية شارع عشرين مارس وشارع المنجي سليم باردو الطريق الوطني رقم سبعة في جزئه الممتد بين ساحة باردو ومحول الاركان وذلك بداية من الساعة التاسعة صباحا من اليوم الخميس الثاني والعشرين من نوفمبر الفين وثمانية عشر وإلى غاية نهاية النشاط ويمكن لمستعمل الطريق استعمال شوارع مفتاح صعد الله أو شارع بوغطفة أو شارع ثلتاش أوت أو الطريق الشعاعية إيكس وكان الاتحاد العام التونسي للشغل قد دعا منظوره إلى المشاركة في تجمع عام أمام مقر مجلس نواب الشعب باردو اليوم الخميسة تزامنا مع الإضراب العام في الوظيفة العمومية قرر مكتب مجلس نواب الشعب تأجيل الجلسة العامة المزمع عقدها اليوم بحضور رئيس الحكومة إلى يوم السبت القادم بعد أن تم النظر في مقترح رئيس الحكومة تأجيل الشروع في الجلسات العامة المخصصة للنظر في مشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي ومشروع قانون المالية تسع عشرة وألفين انطلقت أمس القمة الإفريقية لشبكات الذكية التي تتواصل فعليتها إلى اليوم بحثت خلالها الشركة التونسية للكهرباء والغاز تطوير علاقات الشراكة على مستوى القرى بين الفاعلين العمومين في مجال رقملة القطاعات الطاقية لتحقيق حوكمة الناجعة للاستهلاك الطاقي تقدم القمة الإفريقية للشبكات الرقمية الفضاء الأمثل لتونس للتموقع عالميا كقطب في صناعات الذكية المتصلة بالطاقة وتحديدا منها الكهرباء نخدم بطريقة التي تسمح بأن إفريقيا هذا السوق الواعد الكبير أنها أيضا تكون لشركات تونسية التي موجودة وتصنع وعندها كفاءات وعندها حلول رقمية وصناعية متميزة أنها تأخذ حظها في هذا السوق الكبير ونحكي وعلى دونك النجاعة والترشيد بتاع استعمال بتاع كهرباء والطاقة ونزمنا معانيش حتى خيار كن ندخل وقتها تكنولوجيا أكثر تجديد وتعنى القمة برغم أن تلقطاعات التقية مع الاسفادة من تطور بلغت عدة شركات من القطاعين العمومي والخاص ومنها الشركة التونسية للكهرباء والغاز التي تسعى لذمان تحكم الحريف في استهلكي وتعمل على أن تكون 10% مرحليا من شبكتها ذكية لدينا مشروع سمارت جريد مشروع يعتبر في إفريقيا هو فنت بنا مشروع نموذجي 430 ألف عدد ذكي في جهة سفاقس بكلها وفيه الغاز والكهرباء أيضا طلب العروض يمكن فنت بنا سيكون بعد شهر أو شهر ونصف الشركة التونسية الكهرباء والغاز الحقيقة عندهم مشاريع مستقبلية للعدلات الزكية وإحنا كشركة رائدة في هذا المجال إحنا بنتطلع أن نكون جزء من هذا المشروع ومن تطوير للبنية التحتية في تونس بإذن الله مؤسسات أخرى ناشطة في المجال استعرضت تجربة هذا الصلة خلال القمة في مسعى لتكامل فيما بينها داخل أسواق القارة الأفريقية الوعيدة الشركة نتصدر اليوم العدادات الكهربائية نصدر التجهيزات للخطوط الكهربائية عندما نرغب بالمرور إلى شبكة الرقمية فإننا نرمي حتما إلى تحسين التعامل مع الحرافة والتصرف الأنجع في التجهيزات لذلك يتحتم علينا التحديد الدقيق وإي حل أي شكال يكون بالرقمنا ومع كل حل لا بد من التعرف على التحديات التي ستطرح والاستجابة المسبقة لها وتتوصل أشغال القمة الأفريقية غداً من بين المواضيع المدروحة للنقاش دور الشبكات الرقمية في إدماج الدقات المتجددة في الاقتصاديات الوطنية وفق أحدث الدراسات للمعهد الوطني للاستهلاك يعاني 600 ألف تونسي من سوء التغذية في المقابل قيمة التبذير بلغت 572 مليار سنوياً وتسجل المستويات الكبرى في التبذير خاصة لدى الأسرة التونسية وفي المخابز والمطاعم الجميعية والمساحات التجارية الكبرى 5% من إجمالي النفقات الغذائية على مستوى الأسر التونسية مصيرها الحاوية رقم من بين آخرين كشف عنه المعهد الوطني للاستهلاك الذي أفاد بأن مجمل هذه النفقات تعادل 572 مليون دينار سنوياً وفق آخر دراسة للمعهد أرقام تبدو مفزعة حتى للمستهلك التونسي الواعي أو غير الواعي بهذا السلوك تبذير كبير المواطن التونسي مو بذر بسرعة أنا بديدين من روحيان نحكيك حتى على روحيان الماكلة تبات وتطيش الخبز يقض زوز يأخذوا باللربع على ما ياتي والله لا تتكل منهم كعب ساعة كلها في البوبال تبذيروا العبدي لوح الخبز ذا كيكا شكايرة شكايرة هو يسبس شي مقصف عبدي تلوح فيه ما يشتاكل فيه كل تمشي تحت الحيو الدنيا كل تلخاء الخبز مكدس أنا واحد من الناس ما تشرتش في الماكلة ضربتش ثلاثة أيام ناكلة حتى خبز نسخنوا ناكل أما تشوف الخبز بزايد وساعة نطيش تبذير يبذروا كنترى الزبلة الزبلة اللي بحذينا في نهج الهندين نسكن هنا راه شيء أسف مقرونا في القاعي كيف في القاعي تسجيل هذه المستويات الكبرى من التبذير قد لا يعكس الأرقام التي تؤكد أنه حوالي ستمائة ألف تونسي في وضعية سوء تغذية أي ما يعادل أربعة فاصل تسعة من السكن سوء التغذية معنات الإنسان في الوجبة الغذائية متاعه اليومية ما يلقاش حاجيته من ناحية الحريرات من ناحية السكريات الدهنيات الزوليليات والباقي معناتها الألياف الفيتامين لملاح المعدنية سوء تغذية قد تتعدد أسبابه غير أنها تنحصر تحت عنوين مختلفة منها الصحي والمادي نجم الإنسان ما عندهش الشهية الكافية باش يكل الوجبة متاعه متكاملة نجم الإنسان يكون عنده أمراض إمكانيات محدودة بتفقيف صحي ما تنعط مكونات الأغذية نجمه قدر المستطاع نكونه أطباق متوازنة مثلا نقوله اللابليبي فيه سكريات فيه دهنيات فيه زوليليات كما تثبت دراسات وبحوث المعهد الوطني للاستهلاك أن الخبز من أبرز المنتجات التي يتم تبذيرها حيث يبلغ حجم التبذير لدى 2.7 مليون أسرة 113 ألف طن سنويا وبقيمة سوقية تنهيز 100 مليون دينار أي أن هذه الأسرة تتلف 15.7% من إجمال شراءتها من الخبز إلى أخبارنا العربية والدولية وفي اليمن قالت هيئة إنقاذ التفولة إن قرابة 85 ألف طفل يمني ربما ماتوا بسبب الجوع فيما دعت دول غربية لوقف إطلاق النار وسأن في محادثات السلام تزامنا مع وصول مبعوث الأمم المتحدة إلى صنعاء للقاء قادة الحثيين وتراجع حدث الاشتباكات اليمن السعيد لم يعد كذلك وأطفاله ليسوا بأسعد حال منها حال تفسرها الأرقام التي تؤكد أن قرابة 85 ألف طفل تحت سن الخامسة ربما لقوا حتفهم جراء الجوع الشديد في البلاد منذ تدخل تحالف بقيادة السعودية في الحرب الأهلية عام 15 و 2000 وفق هيئة إنقاذ التفولة التي إضافت أنه مقابل كل طفل تقتله القنابل والرصاص يموت العشرات من الجوع والمرض وكل هذا يمكن تفديها أحدث الأرقام الأممية بشأن عدد قتل الحرب والتي تعود إلى عام 16 و 2000 تقول إن أكثر من عشرة ألاف شخص لقوا حتفهم نصف عدد المستشفيات تم تدمره والنصف الآخر يعمل جزئيا لسبب الحرب والنزاع الدائري في البلاد الوضع يزد سؤال يوما بعد يوم وما يعمق حدته أن الأطفال الصاروء يموت نجوعا ميدانيا كان الصوت الأعلى للرصاص الذي لعلع في سماء الحديدة غربي اليمن بعد هدوء هش عما جبهات القتال يوم أمس واستعملت فيه القذائف والأسلحة الخفيفة والمتوسطة في أحياء الحديدة الجنوبية والشرقية في تصعيد جديد قد يعقد من مهام المبعوث الأممي مارتين جريفيت الذي وصل إلى صنعاء للقاء مسؤولين حثيين وتأتي الزيارة بعدما أعلنت حركة الحثية المتحالفة مع إيران يوم أمس أنها أوقفت هجمات الصواريخ والطائرات المسيرة على السعودية والإمارات وحلاء فئهما في اليمن مبدئة استعدادها لوقف إطلاق النار أوسع نتاقا إذا كان التحالف الذي تقوده السعودية يريد السلام يشارك الألاف من الناشطين الإلكترونيين حول العالم في مشروع جديد مبتكر أطلقته منظمة العفة الدولية للاستعانة بالجماهير للحصول على بيانات تعتمد صور الأقمار الصناعية للمساعدة في تحديد الكيفية التي دمر بها قصف التحالف العسكري بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية حوالي 80% من مدينة الرقة السورية ويعتبر مشروع تعاقب أضربات بمثابة مرحلة جديدة من تحقيق معمق لمنظمة العفو الدولية خلص في جسئه الميداني الأول إلى أدلة دامغة على وقوع انتهاكات واضحة للقانون الإنساني الدولي ارتكبها التحالف وأصفر في حصيلة محينة عن مقتل أكثر من مئة شخص وفي أخبار الرياضة تغلب الترجي الرياضي التونسي على ضيفه الاتحاد المنستيري بهدف دون مقابل في مباراة متأخرة جمعتهما ظهر أمس بالملعب الأولمبي بيرادس لحساب الجولة السابعة من بطولة الرابط المحترفة الأولى لكرة القدم وانتظر الترجي حد الدقيقة الرابعة والثمانين ليسجل هدف الفوز عبر محمد وئل بالعربي الذي سهم في ارتقاء فريقه إلى المركز الثالث بستة عشرة نقطة فيما واصل الاتحاد المنستيري تذيل الترتيب برصيد نقطة واحدة نهاية النشر مشاهدين الكرام نذكركم بالعنوين اليوم إضراب عام في الوظيفة العمومية والنواب يختلفون بين إقراره ومواصلة الحوار بين الحكومة والاتحاد قمة إفريقية للشبكات الذكية بتونس نحو تطوير الشركات في القارة الإفريقية بين الفاعلين العمومين إحسائية وطنية تكشف عن معاناة آلاف التونسيين من سوء التغذية مقابل الإفراد في التبذير وخاصة في الخبز ونشير إلى أنه بإمكانكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية تحية طيبة مشاهدين الكرام وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر